وهم متعلق بموقف الدوري العام وموقف الاهل دلوقتي فيه ترتيب شكل الدوري العام الاهل دلوقتي ليه لسه حوالي خمس مباريات مؤجلة بخمستاشر نقطة بخمستاشر نقطة تحطون بقى العدد النقاط المعاك دلوقتي توصل في النهاية لثمانية وتلاتين نقطة ساعتها تبقى أنت أول الدوري في نتاج الدور الأول تروح على طول دور الأبطال وسموكم من قصة الدوري النادي الأهل أساساً إن شاء الله بإذن الله بغض نظر عن نتاج الدور الأول وعن نتاج الدوري في النهاية نكسب الترجي وناخد بطولة إفريقيا النادي الأهل مشارك في البطولة القادمة بغض نظر عن ترتيبه في جدول الدوري تبقى للليحة لايحة الاتحاد الإفريقي بطل الدوري الأبطال بيشارك في النسخة التالية أيا كان ترتيبه في جدول الدوري المحل فدي أول نقطة نحط عليها كده يعني في الستوب ومن أول السطر الأهلي بطل لدور الأبطال بإذن الله السنة الجاية بيشارك فيه دور الأبطال بغض النظر عن ترتيب الدور العام طيب امتى نبص على ترتيب الدور العام؟ هنخلص نتائج الدور الأول فيه خمس مؤجلات الأهلي يكسب الخمس مؤجلات أو يجيب عشر نقط من الخمساشر نقطة تواجد في دور الأبطال هو وبيرامدس لسه بقى فكرة الزمالك أمبي المصري الخنال اللي احنا نشوفها الفترة الجاية دي ممكن ما تخصناش إحنا كقناة الأهلي ولكن هلحاول نقدم معلومة لكل الناس عشان الناس تعرف الوضع القانوني في هذه الجزئية آه الليحة بتقول نتائج الدور الأول لو الدور مخلص والكاف تمسك بإرسال أسماء الأندية تبعت نتائج الدور الأول طيب هل الكافة يتمسك بين 306 هو آخر ديدلاين أو آخر موعد لازم ترسل فيه الأسماء؟ لا ليه؟ معلوماتي من الاتحاد الأفريق وللسه الربطة ما سألتش وما جاتلهاش إجابة لأنها مستنى لما يجي معادة ديدلاين 306 هتبعت وقتها لما يجي لها جواب من الكاف 306 ابعت لي إرسال أسماء الأندية فأنت ساعتها الربطة أو الاتحادة يرد علي يقول لنا لسه مخلصش دوري يديني مهلة طيب أنا من الكاف بقول لكم المهلة هتمشي إزاي مبدئيا كده 306 ده ممكن يتحرك لغاية 307 ممكن يتحرك لغاية 307 ليه؟ لأن عدد الأندية اللي بتشارك في المصابقات الإفريقية أخر سنتين 3 بي إيل وفي دول وفي أندية عندها مشاكل مالية فبتعتذر ما بتشاركش وفي دوريات أصلا متوقفة فبالتالي ده بيفرق في النهاية بعدد الأندية اللي بتشارك فبالتالي أنت بتروح على الأرعة فبتلاقي عدد الأندية المعفاة من الدور التمهيدي كتير زي السنة اللي فاتت ما يقرب من مثلا 15 نادي في دور الأبطال مع فيهم من الدور التمهيدي فبالتالي أنت مش محتاج تبعط أسماء الأندية المصريين لأن كلهم الحمد لله تصنيفهم عالي فمع فيهم من الدور التمهيدي اللي بتلاقي في 8 اللي رعت وتتعامل في آخر 7 فعلى هذا الأساس ممكن بيديك مهلة لغاية آخر 7 طيب وصلت لآخر 7 ولسه لسه ما خلصتش الدوري ممكن يديك مساحة لنص 80 يعني أنت في النهاية ممكن تستنى لما الدوري يخلص آه وارد ده بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة تتخطى 60-70% طيب نتاج الدول الأول والخناع اللي احنا شايفنا من مبارح انبي بيتكلم والمصري بيتكلم للأسف الناس ما عندهاش معلومة وما حدش بيقولهم الكاف أصلا بيناقش الأمر ده إزاي فنتاج الدول الأول أساسا ممكن ما تكونش معيار في إرسال أسماء الأندية ده بتكلم بقى عموما لو على الأهل اللي قلت نكسب الترجي زهابا إيابا ناخد البطولة ما نبصش للدوري مش فرقة معانا حامل اللقب بيشارك السنة الجاي بيشارك السنة الجاي حتى لو الزمان اكتلع تاني الدوري بعد بيرامدز مش هيلعب دوري أبطال لأن الأهل إن شاء الله بطل إفريقيا فهيشارك هو وبطل الدوري أو التاني في المركز التالي والأهل هو أول الدوري وفرق اللي بتكلم على الدور الأول ممكن أساسا نتاج الدور الأول ما تكونش مقياس ولا معيار فبالتالي دي الجزئية المتعلقة بمشاركات الأندية الإفريقية عشان البلبلة اللي موجودة في الأندية أو حتى في السوشيال ميديا والمواقع في الساعات الأخيرة ده كان جالم مهم جدا أقفل بيه جزئية الدوري مطش الاتحاد موقف اللعبين وكمان فكرة المشاركة الأفريقية نخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندي ملفات مهمة على الحضور الجماهيري على حكام فاينال دوري أبطال وكأس العالم للأندية والمفاجئات النهاردة اللي معنا في برنامج التريند